بداية من مدرسة الاسف الإمكان أفضل مما كان وراضي عن النتيجة في ظل الظروف والمقدمات والغيابات وفترة التوقف وعدم جاهزات كتير من اللعيبة اللي خدوا أو رجعوا للمشاركة يعني من فترة طويلة أوي في مباراة مبارح ولا شايف أنه الأهلي كان ممكن يقدم أفضل من كده على مستوى الأداء والنتيجة في ماتش شباب لزداد لا طبعا هو أي مبارات بعد التوقف لازم ده بحالة اللعيب يعني ده طبيعي جدا ده في علم التدريب عمتا مهما خدت راحة كبيرة ومهما عدت تدريبات كتير حتى عملت مبارات كتير والدية مع أنه ما فيش المبارات واحدة اللي يسموحها لتلعب أعتقد في ماتش كمان كان يعني فرقتين مع الشباب المبارات دي كلها يعني زي يقولوا كده فتنس المبارات مالوش علاقة بالتدريب خالص بالتدريب خالص ولا مبارات الودية يعني شباب لزداد استفاد من عدم توقف المشارك عنده مشارك لديه هو ده يمكن مرتبط بفكرة ردود الأفعال بعد المباراة يعني الناس ختمة مع الأهلي قبل التوقف في لفل الوحش يعني بطولة كاس العالم وبطولة كاس النخبة القدم فيها الاتيم كله قدم فيها مستوع أداء جماعي وأداء فردي أعتقد كان وصل للتوب فورم فالناس قالت لك بس الأهلي جيه من هنا لآخر الموسم بإذن الله قدرينا فلما حصل الدروب شوية أو الترجع ده نتيجة الأسباب اللي انت تكلمت فيها يمكن شوية الناس ما كانتش آه طبعا يعني هي فورمت المباراة عمتا بتيجي بالمباراة ولا بقول الله حراك ولا بتيجي بالتدريب ولا بتيجي بالمباراة الودية فأنت شباب بولزداد الدوري ما توقفش انت حراك لو انت بسيط تعالينا هنا في مصر ربطة الأندية الفرق اللي هي وصلة للنهائي السراميكا الاتحاد جونا المصري هتلاقهم في المباراة ما الدوري رجع هتلاقهم كويسين وقفين عجلهم وعندهم فتنة سنبارات ما بلاهمش وقت كتير قاعد فده كله حاجة تثبت اللي هي المباراة الرسمية مختلفة تماما عن التدريب وعن المباراة الودية بس أنا شايف كعودة بعد توقف كبير اللعبة بتاع المنتخب هتلاقهم هم اللي هتلاقهم مميزين هتلاقى محمد عب مانيام وهتلاقى إمام وياسر كويس جدا مبارح يعني مقادي أداء كويس فهتلاقى الناس اللي كانت رجلها في الملعب لقرب وقت هتلاقهم بدنيا وقفين عجلهم أكتر يعني لكن أنا شايف مباراة في التانية هتلاقى الفرقة رجعت للشكل والحالة اللي كانت فيه قبل التوقف يعني فمباراة الجمعة مع ميدياما أنا شايف إن شاء الله نعمل نتيجة جابية وانا شايف ماتش شباب بولزداد دي نتيجة بالنسبانا في ظل الظروف اللي احنا فيها والتوقف الكبير اللي كان حاصل قبل طول فترة التوقف أم أفريكيا اللي احنا نرجع بنتيجة إيجابية بتعادل سلبي دي في حد ذاتها كويسة يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة